كريستيانو بنزيمة محرز ماني فرمينو نايمار والعديد من النجوم حول العالم ينتقلوا للدور السعودي هل السعودية افسدت كرة القدم وهل الاموال افضل من المجد الكوراوي كل هذا رح نتكلم عنه في هذا الفيديو ومن غيره الاسطورة كريستيانو رونالدو كان المفتاح الذي فتح الباب لكل اوروبا من اجل اللعب في السعودية في البداية انتقاله لنصر السعودي احدث ضجة كبيرة وقال الجميع بان رونالدو انتهى لكن الان اقتنعنا بان رونالدو هو المؤثر رقم واحد في العالم بعدها تبعه بنزيمة وكانتي وفابينيو وجوطة الى الاتحاد مالكوم وروبين نيفيز وصافيتش وكوليبالي ونيمار الى الهلال هندرسون وموسى دنبيلي الى الاتفاق محرز وفرمينو وماكسيمان وابانيز وديميرال وكيسي الى الاهلي صديوماني وبروزوفيتش وفوفانا واليك ستيليس الى النصر مع الاسطورة كريستيانو رونالدو تخيل كل هؤلاء النجوم الذين سيطروا على اوروبا لسنوات كثيرة تعاقدت معهم السعودية في فترة انتقالات واحدة مع العلم ان سوق الانتقالات لا يزال مفتوحا وهناك تعاقدات اخرى ستتم عن قريب مثل الحارس ياسين بونو ومحمد صلاح وفيراتي وراموس هذا ليس الدور السعودي هذا دور ابطال اوروبا لو استمر الامر هكذا لماذا نشاهد الكرة الاوروبية هذا ليس تقليلا من قيمة الدور السعودي اللاعبون لا يذهبون الى الخليج من اجل البطولات والالقاب بل من اجل الاموال والمزايا الاخرى هذا الكلام ليس مجرد تزييف فحتى الاعلام الاوروبي يصف ما يحدث في السعودية على انه تبذير للمال وانفاق ضخم على اللاعبين فاللاعب عندما تعرض عليه مبلغ خيالي سيفقد عقله تماما ولن يستطيع الرفض مع انه في نفسه يرغب في اللعب في اوروبا قد لا يكون هذا الكلام منطبقا على لاعبين في نهاية مسيرتهم تجاوزت اعمارهم الثلاثين او خمسة وثلاثين سنة لكن مواهب شابة لم تتعدى خمسة وعشرين سنة من المؤسف حقا ان يتم دفنها في السعودية قد تكون كل هذه التعاقدات ستفيد السعودية من الناحية المالية كما سيصبح للدور السعودي قاعدة جماهيرية ضخمة لكن السعودية ايضا ستتضرر من ناحية المنتخب الوطني فبمجيء النجوم الى الاندية السعودية بالتأكيد سيتم تفضيلها على باقي اللاعبين المحليين انا اتمنى ان يتطور الدور السعودي مثل ما قال رونالد عنه بانه سيصبح ضمن افضل خمس دوريات بالعالم لكن ليس بالتبذير الكبير للاموال في صيف واحد لكل شخص وجهة نظر قد يكون رأيك معاكسا تماما لكلامي الذي قلته بخصوص ان السعودية افسدت كرة القدم لذلك دعنا نتبادل الاراء في التعليقات اتمنى يعجبكم الفيديو كان معكم حبيب والسلام